اشتركوا في القناة وبيت الصحفيين واغتيال للحقيقة وناقليها إذا ما أرادت عيون الكاميرا نقل بشاعتها إلى العالم لذلك كله نحن هنا بدعوة من مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان وحضور عدد من الصحفيين والعاملين بقناة الجزيرة وعدد من ممثلي منظمات دولية حقوقية وقفة إذن هي جديدة لبداية مشوار عام صحفي جديد تحمل عناوين ثلاثة الدفاع عن حرية التعبير أمن وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على المعلومات نبدأ فاعليات هذه الوقفة بكلمة للسيد خالد جوهر مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة السلام عليكم ورحمة الله السادة الدكتور العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان الدكتورة أنا بولينا مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربع والعلوم والثقافة لينسكو مكتب دول الخليج العربي بالدوحة السادة وممثلون مركز الدوحة لحرية الإعلام الزملاء الصحفيون أو الصحفيين داخل غرفة أخبار الشبكة الجزيرة والزملاء المرابطون في ميادين الأحداث وساحات المواجهات ظلت حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة وأمن وسلامة الصحفيين من أكثر القضايا التي تؤرق الضمير العالمي مما حدى بالأمم المتحدة إلى تخصيص يوم الثالث من ما يوم من كل عام يوماً لحرية الصحافة ونادت الجزيرة منذ تأسيسها في العام 1996 بضرورة إطلاق الحريات الصحفية وتسهيل الحصول على المعلومة كما نادت بل وخطط خطوات في مجال أمن وسلامة الصحفيين وكل لتلك المساعي بإطلاق مبادرة الإعلان العالمي لحماية الصحفيين مع المحهد الدولي للصحافة الـ IBI كأول وثيقة تنادي بآلية دولية لحماية الصحفيين وننتهز هذه المناسبة لدعوة كافة المؤسسات الإقليبية والعالمية والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين إلى الاطلاع على هذه الوثيقة والتوقيع عليها وأننا وفي هذه المناسبة نترحم على أخواننا الذين قدموا حياتهم رخيصة من أجل نقل المعلومة وتمليكها للشعوب ونؤكد بأن الجزيرة ستظل دوما تحمل راية حرية الصحفة وحماية الصحفيين وشكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أستاذ خالد جوهر مدير عام شبكة الجزيرة بالأكالة دكتور المنصف المرزوقي شرفنا في هذه الوقفة أهلاً بك دكتور فضل إفندي لكن قبل أن نبدأ في الكلمة الثانية أذكر كل من أراد التفاعل والتضامن مع حرية الصحفة يمكنه المشاركة على كل مواقع شبكة الجزيرة وموقع المعهد الدولي للصحفة ومبادرة الإعلام الإفريقي والمعهد الدولي لسلامة مراسلية الأخبار وذلك بالتوقيع على عريضة مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين والذي تم تدشينه في مارس الماضي بالدوحة الآن إلى الكلمة الثانية في هذه الوقفة مع دكتور العبيدي أحمد العبيدي مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية إليك دكتور السلام عليكم ورحمة الله ليعظيم الشرف في مخاضبتكم اليوم نيابة عن منظومة الأمم المتحدة بدولة قطر خاصة مكتب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم يونسكو ومكتب المفوضة السامي لحقوق الإنسان لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن حقوق الإنسان والديمقراطية والتنم المستدامة تعتمد جلها على حرية إنسياب المعلومات وبدوره يعتمد الحق في الحصول على المعلومة على حرية الصحافة كما ذكر الأمين العام بأن هذه الوقفة السنوية تعبر عن التأكيد على هذه المبادئ وتتيح لنا الفرصة لنؤكد أيضا على حماية استقلالية الإعلام والإحياء ذكرى العاملين في وسائل الإعلام الذين تعرضوا للمخاطر وفقدوا حياتهم من جراء ذلك من جراء عملهم وأرائهم وهنا نذكر بأهمية ملاحقة الجنات وتقديمهم للمحاكمة وجبر ضرر الضحايا من الصحفيين وأسرهم أشار الأمين العام إلى أن حرية الإعلام والحصول على المعلومة ليست ضرورية فقط لمعرفة أهداف الحكام والحكومات ولكن أيضا لمحاسبتهم على ما تم أو لم يتم إنجازه من وعود كما يعتبر الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة بمثابة أعيننا وأذننا ونستفيد جميعا من المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام ولغت حذر المغرر الخاص لحرية الإعلام اليوم من محاولات الدول لتغييد حرية الرأي والتعبير وأيضا الحصول على المعلومة باستخدام ذريعة أو شماعة محاربة التطرف والإرهاب أكد الأمين العام على أهمية التوافر بيئة حرة مستقلة وآمنة للإعلام ولكن على الرغم من ذلك يتعرض الإعلامين للتهديد والتحرش والاعتراض وأيضا القتل من جراء محاولتهم للحصول على المعلومة يقبع الكثير من الصحفيين في السجون وتحت ظروف مزرية وغير إنسانية وذلك لغيامهم بتسليط الضوء على إخفاغات الحكومات وممارسة الشركات الخاطئة وتسليط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية أعلن الأمين العام عن قلقه المتزايد حول تغلص مساحة الحرية وتزايد القيود على عمل الصحفيين في الكثير من دول العالم وتشكل القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير قيودا على التقدم والإزدهار ولذلك دعا الأمين العام الحكومات والسياسيين ورجال الأعمال والمواطنين على الالتزام برعاية وحماية استقلالية وحرية الإعلام إذ أنه يمكننا القول بأن الشعوب لا تمتلك الحرية الكافية ولا تمتلك أهلية المشاركة الفعالة في الحياة العامة من دون الحق الأساسي لحرية الرأي والتعبير فإن احترام هذا الحق الأساسي يمكننا جميعا من العمل من أجل عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وكرامة الجميع وشكرا شكرا جزيلا لدكتور العبيدي أحمد العبيدي مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية ننتقل إلى الكلمة الثالثة في هذه الوقفة مع مدير قناة الجزيرة العربية الأستاذ ياسر أبو هلالة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرحب بالدكتور المزوقي وهو عرفناه مناصرا لحرية الصحافة في سنوات الجمر وأيضا عرفناه مناصرا لحرية الصحافة بعد أن صار رئيسا وهو الآن بعد أن غادر موقع الرئاسة ظل وفيا لهذه المبادئ وأعتقد أن الصحافة في تونس استفادت من الربيع العربي وأيضا الصحافة كانت عامل أساسي في ثورات الربيع العربي سواء كانت صحافة المواطن أو الصحافة التقليدية هي فرصة للترحيب به وتأكيد على أن الجزيرة لم تتغير وأن الدكتور أيضا لم يتغير وظل دائما ضيفا على الجزيرة وهو اليوم ضيفنا في الاتجاه المعاكس ونتمنى أن يكون المسؤولين العرب بمثل هذه المبادئ ومثل هذه القيم حقيقة هذا المكان يشرف الجزيرة أن تخصصه للتضامن لحرية الصحافة الصحفيون قبل الجزيرة قدموا تضحيات كبيرة الجزيرة حلق في سلسلة ممتدة قدم فيها الصحفيون سنوات عمرهم في الاعتقال قدموا أرواحهم قدموا سمعتهم قدموا كل شيء في سبيل أن تصل المعرفة والمعلومة للإنسان هذه رسالة الصحافة حق الإنسان في المعرفة حقه أن يعرف وأعتقد أن العالم العربي هو أسوأ مكان للصحفيين حقيقة الصحفي في العالم يضحي سواء كان في أمريكا أم فرنسا أم أي بلد في العالم في إفريقيا لكن المكان الأسوأ للصحفيين هو العالم العربي نحن الآن نغطي مأساة حلب لو لا وجود الصحفيين في حلب لما وثقت هذه المجزرة وهذه المأساة الضحايا يستحقون نحن لا نطلب من أحد دائما نقول نحن لا نطلب من أحد أن يتقدم في موقع خطر ونقول أن الصحفي لا يعوض والخبر يعوض لكن مع ذلك يصر الصحفيين سواء في الجزيرة أو غيرها على أن يكونوا في موطن الخطر لإيصال المعلومة للمشاهدين وهذا يساهم في وقف المجازر أو التخفيف منها على الأقل نحن نعلم حجم التضحيات التي يقدمها الصحفيين سواء كانوا في شبكة الجزيرة أو غيرها والجزيرة كما قلت هي حلقة في سلسلة ممتدة لكن السؤال ماذا لو لم يفعل الصحفيين ذلك من سيوثق هذه الجرائم ليس الصحافة لسنا الأصول السادس نحن لا نملك أسلحة ولا نملك طائرات ونستطيع أن نوقف أي مجزرة دورنا الأساسي هو توثيق هذه المجزرة بمعنى أن لا يفلت المجرم من العقاب أول عقوبة توثيق الجريمة سيأتي يوم يوضع فيه المجرم سواء يوم قريب أو يوم بعيد لا بد أن يحاسب أول جهة تقوم بتوثيق الجريمة وتوجيه لاعحة الاتهام هي الصحافة وكل القضايا التي مثل فيها مجرمون أمام محكمة الجنايات أو أمام المحاكم العادية كان أول إدعاء هو من طرف الصحافة نحن نقوم بتقديم النسخة الأولى من التاريخ كتابة التاريخ بالأحرف الأولى سأتي مؤرخين وباحثين يدققوا أكثر لكن نحن نقدم النسخة الأولى ونقدم النسخة الأولى من لائحة الادعاء بحق المجرمين وهؤلاء لن يفلتوا من الصحافة لا تغيب عن ذهني صورة مجزرة الحرس الجمهوري وأحمد عاصم الذي كان بكاميراته يطارد القناص والقناص يطاردوا إلى أن تبكر منه القناص الذي أفلت يعني هو نال الشهادة وحقق ما تمنى وكان يعلم أنه في مواجهة الرصاص لكن القناص المجرم لم يفلت من العقاب لأنه تم توثيق هذه الجريمة كلنا نرحل عن هذه الدنيا وبعد السنوات كلنا سنكون تحت التراب لكن سيوثق أن هناك مجرم وهناك ضحية نحن في صف الضحايا دائما وأنا أقول أن الجزيرة ليست محايدة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان نحن دائما منحازون إلى الضحايا سواء كانوا في القبور الجماعية أم كانوا في الزنازين الانفرادية نحن دائما مع الضحايا لن نتخلى عنهم لكن في القضايا الخلافية والاجتهادية عندما ترشح الدكتور للانتخابات كنا محايدين لكن عندما كان هناك معتقلون في تونس وضحايا لم نكن محايدين كنا مع الضحايا عندما انتقل البلد إلى مسار ديمقراطي كنا على مسافة واحدة من الفرقاء الآن أختم بموضوع إغلاق المكاتب نحن بحاجة إلى ميثاق على مستوى عالمي وهذا ما يقوم به مركز الحريات بحيث لا تكون هناك مساحة للسلطات لإغلاق المكاتب الإعلامية وتضييق حرية الصحفيين نحن الآن في العراق البلد يشهد حرب مفتوحة لكن يغلق مكتب الجزيرة نحن لسنا الجهة التي تفرض نفسها على أي طرف الإعلام يعمل ضمن القوانين واللوائح المرعية لا نفرض أنفسنا على أحد لكن من حق المواطن العراقي أن توثق كاميرا الجزيرة ما يتعرض له من معاناة ما يتعرض له من إرهاب ما يتعرض له من استباحة دور الجزيرة هو التوثيق لا أكثر وهذا دور الإعلام نحن مع الحرية لكل الإعلاميين الجزيرة قدمت قصتها من هذه التضحيات وستقدم ونأمل أن يكون العالم العربي مكانا أفضل لنا بحيث أن تصل المعلومة بدون تضحية أو على الأقل بتضحيات قليلة شكرا لكم شكرا جزيلا الأستاذ ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة العربية ولكن قبل أن أنتقل إلى الكلمة الأخيرة مع الدكتور الأستاذ أروميحي اسمحونا فقط يعني نعطي كلمة لدكتور منصف المرزوقي في هذا اليوم أريد أن أتوجه بطبيعة الحال لصحفي الجزيرة كلنا نحن العرب نعرف ما ندين به لهذه القناة ولصحفيها ولست مطالبا بكثير من التفصيل أريد أن أبعث أيضا بتحياتي إلى الصحفي المصريين باعتبار أنهم اليوم هم رمز الصحفيون الذين يحاربون ضد الاستبداد الفجر القديم كما عهدناه وأريد أيضا بصفتي كتونسي أن أتوجه أيضا بكل تمنياتي للصحفيين التونسيين الذين هم على جبهة جديدة وهي جبهة الدفاع عن القيم ضد المال الفاسد وضد الإعلام الفاسد ضد محاولة تسخير الإعلام لخفض مستوى الوعي بين الشعوب إذن هناك معارك طويلة ما زالت أمامنا هنيئا لكم هذا اليوم وكونوا أتم ثقة أننا وراءكم من أجل هذه حرية الرأي والتعبير والسلام عليكم شكرا جزيلا رئيس تونس السابق الدكتور منصف المرزوقي والكلمة الأخيرة للأستاذ محمد الرميحي مدير إدارة الاتصال بالوكالة شكرا لكم الأخوة والأخوات الأكارم نجتمع اليوم لنخلد سوية اليوم العالمي لحرية الصحافة إلا أن هذا المكان وهذه الغرفة بالذات تأبى إلا أن تذكرنا بزملاء كانوا بيننا واستشهدوا خلال سعيهم لنقل الحقيقة من مناطق التوتر والحروب نتذكر طارقة وأطوار وعلي ورشيد والحراني وغيرهم وزملاء آخرين اغتالتهم يد ظالمة سعت لإخفاء الحقيقة وهي ذات اليد التي حاولت إسكات زملاء آخرين تارة بالاستهداف المباشر أو بالاعتقال والتهديد إلا أن هذه الحقيقة ظلت دائما عصية على الطمس فالصحافة لم تكن يوما جريما وكذلك فإن هذا اليوم مناسبة لنذكر المنظمات الدولية والمسؤولين الرسميين في أنحاء العالم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه احترام حرية الرأي وحماية الصحفيين وضمان وصولهم إلى الخبر وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما ونعلن تضامننا مع جميع الزملاء المعتقلين حول العالم ونطالب بإطلاق سراحهم فورا ونناشد الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية أن تعمل على إلزام الدول الأطراف بالتحقيق الجدي والمسؤول في الجرائم التي ترتكب في حق الصحفيين والعمل على تقديم الجنات للعدالة ومنع الإفلات من العقاب ثم تعويض وإنصاف الضحايا وذويهم وفي الختام نذكر بأن شبكة الجزيرة الإعلامية والمعهد الدولي للصحافة قد أطلق مبادرة عالمية لحماية الصحفيين عبر تشريع أو إعلان دولي وندعو كافة المؤسسات الإعلامية العالمية إلى مساندة هذه المبادرة والوقوف معها من أجل حماية الصحفيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لأستاذ محمد رميحي مدير إدارة الاتصالات بالوكالة شكراً لمن تحدثوا نيابة عن كل صحفيين وعن كل كلمة حرة الآن أشكركم ولكن قبل أن ننصرف سنقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الصحفيين وأيضاً تضامناً مع معتقلي الصحافة والكلمة الحرة بعدها سننصرف مباشرةً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة